قطاع صناعة الطائرات بالمغرب استثمار يعزز موقع المملكة دوليا ويمتعها بحمولة تكنولوجية قادرة على استقطاب رواد المستثمرين في هذا الاختصاص مجموعة البستون فرنسي تضم أيضا شركة S-RMP تختص في تصنيع قطاع ومحركات الطائرات وهياكلها طائرة في مجموعة الأجزاء وتجمع الأجزاء يحتاج مكونات صناعية كي يداروا بواحد البروصيدة اللي اسمتو الهزناج وكان نصنعوا هذا القطاع بواحد الآلات جد متطورة وكان نستعملوا واحد المواد بحل التيتانيوم بحل الانكونيل سواء ماتيريو ريفركتير لكي يمكنهم يستغلوا في واحد درجات الحرارة ودي المحرك الطائرة الكبار تاريخ تأسيس هذه القاعدة الصناعية المختصة في الطائرات يمتد على مدى أكثر من 25 سنة تجربة تثمن دور الشباب في صناع الريادة والنجاح على أرض المغرب في المغرب لكي نشغلوه هذه الألاته أو خطوط الإنتاج تخصنا دي التكنيسيين دي باك بلس 2 ودز انجينيور باك بلس 5 و هذا التكوين ديال هذا التقنيين والمهندسين تدار في المدارس المغربية 100% ومن هذه المدارس في المنطقة الصناعية ديال نواصر عنا الانستيتودي ميتي دليغونوتيك اللي هو واحد المؤسسة اللي كتدير لنا اللي كتكون التقنيين اللي كيستغلوا في المصانع ديال القطاع صناعة الطائرة التعاون بين المغرب وفرنسا ماشي وليد اليوم كان عنده واحد تبقى تعاون تاريخي وفي مجال الطيران عنا شركات كبار من البداية ديال القطاع الطيران في المغرب إيزان ديفلوبي عنا سيكتورا أهداف وطموحات التعاون المغربي الفرنسي في هذا المجال تتجلى في وصول أهداف أكبر مثل صناعة الهليكوبتر وأنواع أخرى من الطائرات الحربية نسب الاندماج تسجل اليوم ما يقارب 43% مما يشجع على تحقيق الأكثر وضمان التمييز للمغرب في صناعة الطائرات دوليا موسيقى موسيقى